هل ينفع ان احنا نحط العش او نحط البياضة في فصل الصيف وهل بدأ بالفعل موسم تزاوج الطيور والباب غاوات وماذا يجب علي ان افعل قبل الدخول الى موسم التزاوج طبعا في بعض الامور اللي لازم ان انت تعملها قبل موسم التزاوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب في البداية لا تنسوا الاعجاب هذا اقل شيء تقدموه لنا ان تقوموا بالاعجاب بهذا الفيديو ان الضغط على زر الاعجاب يساعد الفيديو في الانتشار ويشجعنا لنستمر بنشر المزيد فلا تنسوا الاعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هل تتزاوج العصافير والبابغاوات في فصل الصيف في الحقيقة ان البابغاوات والعصافير تتوقف عن الانتاج في فصل الصيف وذلك لشدة ارتفاع درجات الحرارة تصاب الام بالاجهاد الشديد وكذلك ايضا بسبب ارتفاع درجات الحرارة قد يحدث كبس للبيض وهو ما يعرف بموت الجنين داخل البيض وكذلك تصاب الام بالاجهاد وقد تموت الام وهي راقدة على البيض وذلك بسبب الاختناق اما الطيور في الاسر اي في القفص فان الطيور في القفص لا تلتزم بموسم الانتاج والتزاوج فقد تبوض الطيور والعصافير في اي فصل من الفصول وذلك بسبب تكيف درجات الحرارة وبقوم بعض المزارع بتكييف درجات الحرارة المناسبة والملائمة لتزاوج الطيور وذلك باستخدام بعض التهويات او باستخدام غرف مناسبة للطيور والعصافير ويفضل اخي الحبيب ان تريح الطيور في فصل الصيف كما عن افضل فصل لتزاوج الطيور والبابغوات فهو فصل الربيع والخريف ففي فصل الصيف تتعرض الطيور التي قامت بالتفريخ والبيض والانتاج تتعرض للمزيد من المشاكل وكذلك في فصل الشتاء تتعرض العصافير والبابغوات للكثير والعديد من المشاكل فافضل وقت مناسب لتفريخ الطيور هو وقت الخريف ووقت الربيع حيث يكون درجات الحرارة ملائمة ومعتدلة ولكن ما هو الوقت المناسب لوضع الاعشاش ولوضع البياضة؟ الوقت المناسب هو في هذا الوقت وفي هذا الشهر هيا من الان قم بتركيب العشوش وبتركيب البياضة لكي يتعود الطائر على الدخول فيها ولكي تتم عملية التوالف بين الذكر والانثى هيا من الان فدرجات الحرارة الان معتدلة وحتى يتعود الطائر على الدخول الى البياضة يكون فصل الخريف قد دخل علينا وهو ما يبدأ في شهر سبتمبر شهر تسعة هيا من الان قم بوضع البياضة وثبت البياضة في القفص جيدا لكي تحصل على اكبر انتاج واذا كانت درجات الحرارة في بلدك برتفعة فيجب عليك ان تضع الطيور في غرف معتدلة الحرارة وان تكون جيدة التهوية مور يجب عليك ان تقوم بها قبل البدء في الدخول في موسم التزاوج وهذا ما سوف نتعرف عليه في الفيديو القادم فلا تنسوا الاعجاب والاشتراك تشجيعا لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته